بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم الهشري سنواصل شرح مقرر كيمياء عضوية واحدة وسنمر إذن إلى الجزء الثالث من المحور الرابع حيث سنقوم بشرح قاعدة الأولويات لكان إنجلود وبريلوغ لتحديد الهيئة المطلقة للكربون الكيرالية المتمثلة في الأس وار تمثل أس وار الترتيب المطلق للذرة الغير متناظرة أو الكيرالية في الفراغ يتم تحديد الهيئة المطلقة من خلال قاعدة الأولويات لكان إنجلود وبريلوغ وتتمثل هذه القاعدة في تحديد أولوية تبقى للعدد الذري للذرات المرتبطة مباشرة بمركز الكيرالية فكلما ارتفع العدد الذري زادت الأولوية يمكن شرح هذه القاعدة من خلال هذا المركب لو أخذنا هنا المركب كاربون يحتوي على أربع روابط مختلفة وتمثلة في عنصر كلور ومن ناحية هذه رابطة مع الهيدروجين ومن ناحية رابطة مع سيئة شلاثة ومن ناحية أخرى رابطة مع أو أج إذن هذا الكاربون هو كاربون كيرارية حيث يحتوي على أربع روابط مختلفة هذه الروابط سيتم ترقيمها من واحد إلى أربعة لترقيم هذه الروابط من واحد إلى أربعة سيتم ذلك من خلال المقارنة في العدد الذري للعناصر المرتبطة مباشرة بمركز الكيرارية والمتمثلة في الكلور الهيدروجين والكاربون والأكسجين وذلك من خلال المقارنة في العدد الذري فبالنسبة للكلور العدد الذري للكلور تساوي 17 بالنسبة للأكسجين تساوي 8 بالنسبة للعدد الذري للكاربون تساوي 6 والعدد الذري للهيدروجين يساوي 1 وبالتالي إذن فالرابطة التي تحمل الهيدروجين ستكون لديها رقم أربعة فهي آخر الترتيب والعنصر الذي له العدد الضري الأكبر والمرتبط مباشرة بالكاربون الكيرالية هو الكلور يعني هذه الرابطة ستكون لديها الأولوية في الترتيب إذن هي رقم واحد بالنسبة للأكسجين وهو لديه العدد الضري عدد ثمانية إذن فهذه الرابطة هو رقم اثنين أما بالنسبة للرابطة بين الكاربون والكاربون فالكاربون هنا عدد الضري 6 فتأخذ إذن رقم 3 إذن نمر إلى القاعدة الثانية وتقول القاعدة الثانية إذا كان لدينا نفس العنصر يتم ملاحظة الفرق في العدد الضري للذرات التي تليها مباشرة مثلا لو أخذنا هنا عنصر هذه المركب يعني عنصر الكاربون هنا مرتبط بأربع روابط مختلفة في هذا الجانب توجد رابطة مع CH2 CH3 ومن هذا الجانب توجد رابطة مع CH3 وهنا مثلا H وهنا مثلا Clor إذن لترتيب هذه الروابط من 1 إلى 4 كما سبق وقلنا يتم المقارنة في العدد الضري للعناصر مرتبطة مباشرة بمركز الكيرالية إذن هنا الهيدروجين والكاربون والكلور وهنا الكاربون كما نلاحظ فهنا العنصر يعني هو نفس العنصر هنا الكاربون والكاربون إذن يتكرر هنا فبالنسبة لترقيب الروابط قلنا أن الكلور له العدد الضري الأكبر بالنسبة بين مقارنة مع الكاربون والكاربون والهيدروجين فبالتالي هذه الرابطة ترقب رقم 1 الهيدروجين له العدد الضري الأصغر مقارنة بالكاربون والكلور فبالتالي إذن تأخذ رقم 4 يبقى لدينا إذن رقم 2 ورقم 3 حيث أنه توجد هنا كاربون وهنا كاربون إذن إذا كان لدينا نفس العنصر سيتم ملاحظة الفرق في العدد الضري للذرات التي تليها مباشرة الذرات التي تلي مباشرة هذا الكاربون هي هذه العناصر الهيدروجين وهذا الكاربون أي هذا الكاربون مرتبط إذن هذا الكاربون مرتبط إذن بماذا بكاربون إذن نفتح قوس وهذا القوس سنضع داخله إذن العناصر المرتبطة بهذا الكاربون هذا الكاربون ونبدأ بالعنصر الأكثر عدد ذري إذن هو الكاربون هنا هذا الكاربون ثم H H إذن كما تلاحظون فهذا الكاربون مرتبط به H H يعني 2 هدروجين وكاربون نذهب إذن إلى الكاربون هذا الكاربون هذا الكاربون مرتبط كما تلاحظون بثلاثة هدروجين ثم فيما بعد نقارن إذن في العناصر الموجودة بين القوسين بالنسبة لهذا الكاربون الذي يوجد على اليسار وبالنسبة لهذا الكاربون هنا كذلك نلاحظ بين قوسين هنا كاربون H H وهنا H H إذن نلاحظ نبدأ بالعنصر الأول هنا H وهنا كاربون إذن الكاربون هنا عدد ذري أكثر من أكبر من هدروجين فبالتالي هذه لديها أولوية ترتيب إذن 2 وهذه لديها رقم 3 نمر الآن إلى المرحلة الثالثة بعد تعيين أولوية المستبدلات للمركز الفراغي أو للكاربون الكيرالية يتم ترتيب الجزئة في الفراغ أو رسم المركب في الفراغ بحيث يكون المستبدل رقم 4 في الناحية المعاكسة للمراقب أي في الجانب المعاكس للمراقب فمثلا لو أخذنا هنا المراقب الذي يشاهد المركب هو الطالب هنا يوجد أمام الشاشة فبالتالي إذن الرابطة رقم 4 يجب أن تكون خلف الشاشة لأنها يجب أن تكون في المكان المعاكس للطالب هنا فبالتالي إذن يجب أن نقوم رسم المركب بهذا الشكل إذن رابط مستوى الورقة رابط ثاني مستوى الشاشة ثم رابط أمام الشاشة اللي هي رابطة إذن بهذا الشكل ورابطة إذن خلف الشاشة وهو خط مظلل كما قلنا بالنسبة لهذه الرابطة خلف الشاشة هي في المكان المعاكس هذه الرابطة الخلفية في المكان المعاكس للطالب فيجب إذن أن تكون رقم 4 وبالتالي إذن نبحث هنا في الرقم 4 من هو في المراكب هنا مثلا أخذنا هذا المثال رقم 4 هنا هي الرابطة مع الهيدروجين فإذن نضع الهيدروجين خلف الشاشة كما تلاحظون إذن في الرابطة خلف الشاشة لكي تكون في المكان المعاكس للمراكب كما سبق وقلنا ثم نضع إذن باقي المجموعات فمثلا نضع هنا سي الشلاثة مثلا هنا سي آيل ومثلا هنا أو أيتش ثم يتم ملاحظة اتجاه الترقيم باقي المستبدلات 1-2-3 إذن نأتي في المرحلة فيما بعد نقوم بمراكبة اتجاه الترقيم 1-2-3 قلنا أن الكلور هنا هذه الرابطة تأخذ رقم 1 وهذه الرابطة تأخذ رقم 2 كما هو موجود هنا وهذه الرابطة تأخذ رقم 3 إذن اتجاه الترقيم 1-2-3-1-2-3 قراءتها بهذا الشكل 1-2-3 الاتجاه كما تلاحظون هو نفس اتجاه عقارب الساعة فتسمى إذن التكوين المطلق R أما إذا كان اتجاه الترقيم عكس دولان عقارب الساعة فتسمى S يعني لو أخذنا شكل آخر مثلا يعني مكان ال-OH وضعنا مثلا كلور يصبح لدينا ماذا هنا إذن كاربون إذن رابطة في مستوى الورقة إذن سنعيد الرسم إذن هنا ولنلاحظ اتجاه الترقيم 1-2-3 عكس عقارب الساعة إذن نأخذ الكاربون هنا نضع إذن رابطة مستوى الورقة كذلك رابطة مستوى الورقة رابطة أماميا ورابطة خلف الشاشة إذن هنا مثلا سنغير مكان الكلور وال-OH هنا نضع OH وهنا نضع الكلور وهنا نضع إذن CH3 وهنا الـ Hydrogen كالعادة رقب 4 يجب أن تكون خلف الشاشة يعني في المكان المعاكس للطالب الذي هو أمام الشاشة بطبع الحال هنا إذن رقم 1 وهذا رقم 2 وهنا رقم 3 أي أرقام الروابط ثم نشاهد إذن اتجاه الترقيم 1-2-3 1-2-3 كما تلاحظون عكس دولان عقارب الساعة وبالتالي يطلق على هذا التفايل مطلق بـ S ترجمة نانسي قنقر